الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم تم الاختيار ما بين قايمتين في الآخر والقايمة التانية اللي هي برئاسة المنافي هي اللي أخدت الأصوات الأعلى 39 من أصل 74 صوت ولكن كان فيه جولة أولى صباح اليوم وكان عقيلة صالح بيرأس القايمة أو هذه القايمة ولكن هذه القايمة تراجعت في الجولة التانية زي ما قلت لحضراتكم طبعا هذه الخطوة أخذت أو حصلت على إشادات واسعة وزارة الخارجية أعلنت في بيان لها ترحيب مصر بنتاج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي كلمت عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة بعد الانتخابات المقرارة 24 ديسمبر 2021 البيان أشهد بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا دعيا الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم وكذلك كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها هذا كان البيان المصري الداعم للحدث النهاردة من تصويت على قيمة نهائية لمجلس رئاسي مؤقت في ليبيا